ما ظن ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم الفترة الأخيرة قبلت شيخ جميل جدا جدا قبل ما قبله وهو أهداني الكتاب بتاعه الكتاب إنه هو جمع أكتر من 300 قصة لناس شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فإذا وإنت ما شفتش الرسول صلى الله عليه وسلم فشيخ عبد العزيز أحمد عبد العزيز يدينا فرصة إنه إحنا نشوفه زي ما الناس شافوه عشان كده نبدأ نقرأ منه وبمناسبة مولد النبو الشريف بدأنا من سلسلة فيديوهات عن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الحسن بن علي رضي الله عنهما قال لا أقاتل بعد رؤية رأيتها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضعا يده على العرش ورأيت أبا بكر رضي الله عنه وضعا يده على النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت عمر رضي الله عنه وضعا يده على أبي بكر رضي الله عنه ورأيت عثمان رضي الله عنه وضعا يده على عمر رضي الله عنه ورأيت دما دونه فقيل أدم قتل عثمان الله عز وجل يطلب به أضاق الحسن بن علي رضي الله عنهما وكان عطاؤه في كل سنة مئة ألف فحبسها عنه معاوية رضي الله عنه في إحدى السنين فأضاق إضاقة شديدة قال فدعوته بدوات لأكتب إلى معاوية لأذكره نفسي ثم أمسكت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال كيف أنت يا حسن فقلت بخير يا أبتي وشكوت له تأخر المال عني فقال أدعوت بدوات لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك قلت نعم يا رسول الله فكيف أصنع فقال قل اللهم اقضف في قلبي رجائك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين وقال الحسن رضي الله عنه فوالله ما ألححت بهذا الدعاء أسبوعا حتى بعث إلي معاوية بألف ألف وخمسمائة ألف فقلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه قلت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا حسن كيف أنت فقلت بخير يا رسول الله فحدثته بحديثي فقال يا بني هكذا من رجل خالقة ولم يرجى المخلوق ترجمة نانسي قنقر